بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات اثنين نحن في الباب الثالث Memory Organization وننتقل فيه إلى الدرس التالي Chapter 3 Lecture 3 The Ram and the Room هذا الدرس سيتحدث عن الرام والروم وهما أجزاء من زاكرة الحاسب سنعرف في هذا الدرس ما هو الرام وما هو الروم وسنرى رسمين لكل من الرام والروم إذن الدرس عبارة عن مقارنة بين الرام والروم طيب رام and room زمان كان يعرف أن الرام هي اختصار لراندم أكسيس ميموري هذا الكلام صحيح ولكن المعنى الأشمل للرام إن الرام refers to a read-write memory أي نعم الرام هو أحد أنواع الذاكرة عشوائية الوصول أو الراندم أكسيس ميموري ولكن الرام يختص أيضا بأنه فيه عمليات قراءة وكتابة أي يمكن أن نودع فيه بيانات ويمكن أن نأخذ منه بيانات بينما الرام refers to read-only memory في حالة الرام لا نستطيع أن نودع بيانات إنما نأخذ بيانات فقط فهي ذاكرة للقراءة فقط read-only memory ولكن الاثنين الرام والروم من نوع الراندم أكسيس ميموري لماذا يستخدم الرام؟ الرام is used for restoring the bulk of programs and data that are subject to change في الرام دائما نخزن أغلب البرامج والبيانات التي تكون عرضة للتغيير مثل الملفات الweird أو الpowerpoint وخلافه بينما الروم is used for restoring programs that are permanently resident in the computer البرامج التي تكون محفوظة في الحاسب permanently يعني مطلغة أو إلى الأبد هذه دائما تقزن في الروم وهذه هي البرامج التي عادة لا يطرع عليها تغيير تكون سابتة ومخزن typical RAM and ROM في هذين الرسمين نقارن بين الرام والروم الرسم الأعلى عندنا الرام طيب يتكون الرام من خمسة مداخل ومخرج واحد المداخل الخمسة شرحها كالآتي المدخلين الأولين هما مدخلين تحكم أو control inputs وبهما يتم اختيار الرام هذا يحدث لأن الحاسبات عموما يكون فيها أكثر من رام فكيف يختار المعالج الرام الذي يريد التعامل معه عن طريق هذين المدخلين chip select 1 وchip select 2 ونرى أن chip select 1 يفعل بالواحد بينما chip select 2 يفعل بالزيرو لأنه موجود فيه بار المدخل الثالث هو مدخل القراءة وذلك لأخذ البيانات من داخل الرام read input المدخل الرابع هو مدخل الكتابة إذا أريدنا أن نودع بيانات داخل الرام نودعها من هذا المدخل المدخل الخامس هو 7 bit address input بما أنه عندنا 7 bits إذن نستطيع أن نودع بيانات أو نأخذ بيانات من عدد من المواقع المختلفة داخل الرام ومجموعها هو 2 مرفوع للقوة 7 يساوي 128 موقع مختلف للتخزين وكل موقع من هذه المواقع نستطيع أن نخزن فيه بيانات طولها 8 bit لذلك نقول أن الرام هو 128 في 8 رام لماذا؟ هناك 128 موقع وكل موقع طوله 8 bit المخرج للرام هو 8 bit data bus هذا المخرج يستطيع أن يأخذ بيانات من الرام أو أن يودع بيانات داخل الرام إذن الـ 8 bit data bus نسميها bi-directional data bus اتجاهين اتجاه للقراءة واتجاه للكتابة أو اتجاه لأخذ البيانات واتجاه لإيداع البيانات الرسم الثاني يوضح شكل الرام أيضا هناك مداخل تحكم اختيار والاختيار يكون هنا بين الرام والرام متى يتخاطب المعالج مع الرام ومتى يتخاطب مع الروم هذا الاختيار بين الرام والروم عن طريق الـ chip select inputs وأيضا الـ chip select 1 يفعل بـ 1 والـ chip select 2 يفعل بـ 0 لوجود الـ bar المدخل الثالث في الروم هو مدخل الـ bit address ونلاحظ زيادة عدد الـ bits بالنسبة للروم أصبحت 9 إذن ما هي عدد المواقع الممكنة التخزين فيها في الروم؟ 2 مرفوع للقوة 9 يساوي 512 إذن نقول أن هذا الروم هو 512 في 8 روم لماذا؟ هناك 512 موقعاً كل موقع منها طوله 8 bit وبما أننا لا نستطيع أن نكتب في الروم إنما نقرأ فقط وهو read only memory فإن الـ 8 bit data bus اتجاهها واحد اتجاه للقراءة فقط إذن ما هي الفروقات الرئيسية بين الرام والروم؟ أولاً نجد في الرام إمكانية كتابة وقراءة بينما الروم يفعل فقط للقراءة ثانياً الـ bit address بالنسبة للرام أقل من الـ bit address للروم إذن الروم سعة التخزين فيه أكبر ثالثاً الـ data bus للروم اتجاه واحد هو اتجاه القراءة بينما الـ data bus للرام اتجاهين للريد والرائي وفي الدرس القادم سنرى كيف توصل هذه العجزاء في الحاسب ترجمة نانسي قنقر